بغلب قضايا الاختفاء اللي مرت علينا واللي سوينها بهاي القناة من كذا سنة ولليوم دائماً أكو يعني خط سير منطقي للأحداث يعني أكو منطق بالموضوع إلى حد ما ممكن يفسر لنا شو اللي صار ويا هذا الشخص اللي اختفى بس بقضايا الاختفاء اللي رح احتي بيها اليوم ما كان أكو أي شي ممكن أنه يتفسر اللي صار ويا بطلة قصة اليوم حرفياً كان مجموعة من الصدمات اللي دا تنزل على رأس الشرطة ومدى يفتهمون شن اللي دا يصير بيها مرأة ذات شعر أزرق تختفي بظروف غامضة وبعدها تبدي الأحداث اللي رح تخليكم على أعصابكم وبنهاية القصة صار تويست بالقضية وصار تحديث أخير بالقضية هو اللي يخلى الشرطة يفقدون عقلهم وما يعرفون هل هاي قضية متعلقة باختفاء وبس أو هي قضية متعلقة بالعوالم الأخرى والما ورائيات شو اللي صار ويا ساندرا هيوجز وشون اختفت وصارت حالة اختفاءها واحدة من أغرب حالات الاختفاء بالعالم آنسة علي حسام وستنعش ونص مساء الخير من جديد فرحان كلش أنه رجعتو حتى تشوفون فيديو جديد من قناتي وقضية جديدة وقضية اليوم من القضايا اللي تحمست كلش أنه أسوي بيها فيديو لكم واعتقد ما سامعيها قبل لأنه ملقتها هواية يعني أو ملقتها أصلا بالمحتوى العربي حسب بحثي آني فقررت أنه أترجمها وأسويها لكم حرفيا هاي القضية آني ما كنت سامعها سمعتها بالجديد وطيرت عقلي لأنه أحداثها عبارة عن شي من فيلم رعب أو عبارة عن يعني عن شي من الخيال ماكو أي شي منطقي باللي صار بهاي القضية ما رح أطول عليكم هواية لأنه قصة اليوم قضية اليوم يمكن طويلة رح تكون جووا شي تاكلوا أو تشربوا واسترخوا وطفوا الأضوية لأنه ورانا سهرة طويلة نشوف شنو بيها صار بقضية اليوم تبدأ القصة سنة 2020 تعرفون شنو اللي صار طبعا بهاي السنة يعني أغلب نواعين عليها وتحديدا يوم دعش ثلاثة من سنة 2020 علنت منظمة الصحة العالمية أنه كوفيد 19 هو وباء عالمي أنه هو خلص وباء انتشر بكل العالم ونفرض على كل الناس أنه ببساطة يقعدون ببيتهم وما يطلعون أبدا صار حضر وصار أنه الكل ما يصير أنه ولا يحضر تجمعات ولا أنه يعني يسافر ولا يختلط بأي ناس غير الناس اللي عايشين وياه بالبيت توقعت منظمة الصحة والحكومات وأيضا كل الناس أنه هذا الإجراء اللي هو الحضر والعزل الإجباري على كل الناس رح يحدد من هذا المرض وببساطة رح ينهيه فترجع الحياة الطبيعية تخيلوا قبل أربع سنوات بس كان كل حلمنا وكل همنا حرفيا أنه الحياة ترجع طبيعية فعني مهما يصير لكم اليوم بس تذكروا قبل أربع سنوات شلون شنا دا نعيش ويعني أشكروا الله على النعمة اللي احنا بيها هسة عموما بعد ما انفرض الحضر على الكل ويعني صار إجباري أنه الكل ما يطلعون ولا يسافرون اتوقعوا الكل أنه بالفعل رح تنخفض الحالات لكن بعد ثلاث أشهر وبشهر السادس الحالات كلها بدأت تزيد وتزيد ومس تزيد كانت دا تضاعف بعد ما زادت هالقد الحالات ويعني انثبت أنه الحضر والعزل هاي الأمور كلها ما كانت دا تجيب نتيجة هنا الناس بدأوا من صدق يقلقون أكيد يقلقون أولا على صحتهم وعلى صحة الناس اللي يحبوهم وحياتهم لكن أيضا بدأوا يقلقون على طموحهم وعلى أحلامهم وعلى الشي اللي يريدون يساويه بالحياة شلون رح يسافرون؟ شلون رح يدرسون؟ شلون رح يكونون أسرة؟ كل هاي الأمور البسيطة صارت كأنها أحلام بعيدة ومستحيل أنها تتحقق شون رح تتحقق هاي الأحلام وهم محبوسين بالبيت؟ واحدة من هذول الناس كانت ساندرا هيوجز وهي مرأة عمرها أربعة وخمسين سنة ساندرا حياتها ما كانت ماشية بالضبط مثل ما هي مخططة لها ومثل ما هي رسمتها رغم أنها تزوجت مارتين إلى أن زواجين فشلوا واتطلقت ومصار عدها أطفال بالمارتين فما قدرت أنها تكون أسرة ورغم أنها انتقلت بالجديد بمدينة ماوي بهواي هاي المدينة الجميلة واللي بيها مناظر خلابة إلى أنها ما تعودت أنها تتأقلم وتعتبرها بالفعل هذا وطن جديد إلها ومنزل جديد حقيقي إلها وفوق كل هاي الخربطة اللي بحياتها الانتقال الجديد والانفصال بدون أسرة إجا 2020 وإجا كوفيد 19 اللي يوقف كل الحياة حرفيا قبل سنة 2020 كانت ساندرا عايشة حياة الرحالة مثل البدو كل يوم تسافر بمكان وبمدينة جديدة وتعيش بيها وتبدي حياة جديدة ما كان عدها شقة يعني معينة إلها ولا كان عدها مكان سكن ثابت كانت تسافر وتتنقل بين الولايات المتحدة لكنها مؤخرا قررت أن تستقر واشترت منزل بمدينة ماوي بهواي واستقرت هناك ساندرا كانت تشتغل بين فترة وفترة محاسبة لأنها درست بالكلية قسم المحاسبة وبنفس الوقت درست بقسم يسموه Wilderness Survival أنه يعني البقاء على قيد الحياة بالبرية أنه شلون تقدر تتصرف شلون تقدر تنقذ نفسها شلون تقدر أنها تخيم بالطريقة الصحيحة وساندرا كانت ناجحة جدا بهالموضوع كانت تحب الحياة البرية وتحب الغابات وتحب التخيم وتحب تمشي بأماكن برية لمسافات جدا طويلة فكان هذا الشي هو شغفها بالحياة وبنفس الوقت هي وبالكلية كان عندها طموح أنها تشتغل بيوم من الأيام Park Ranger أو يعني حارسة بمتنزه وطني أو بغابة وطنية كان هذا حلمها لكن الأمور لمشتها مثل ما تريد فبدت أنها تشتغل محاسبة ساندرا نسى حلم أنها تروح للبرية وتشتغل حارسة بمتنزه وطني لمدة 30 سنة من أيام الكلية لحد يومنا هذا سنة 2020 بهاي السنة بدت ساندرا تسترجع الحلم القديم قررت أنها ترجع تفصل عن العالم كله وتروح برحلة تخيم طويلة بمفردها تفصل بيها عن كل الأخبار والسلبية والهوسم والكوفيد ناينتين ويعني الكلام والإشاعات اللي كانت تطلع عن هذا المرض تكون بمفردها بالغابات وبالبرية بعيدا عن كل هذا الكلام وبالفعل ما فكرت كثير بهالموضوع وحست أنها بالفعل محتاجة لهاي الرحلة وكانت مقررة أنه هاي الرحلة تكون طويلة لأنها باعت منزلها بهواي بمدينة ماوي وسافرت لمقاطعة ماديرا بوسط كاليفورنيا طبعا المقاطعة هاي أو المدينة هاي كانت محاطة بالغابات من كل الاتجاهات ومعروفة بطبيعتها الخلابة والمتنزهات الوطنية الكبيرة اللي بيها بعد ما سافرت ساندرا لهناك اتصلت بعائلتها يوم 26 سنة 2020 وبلغتهم أنها رح تنطلق برحلة تخييم طويلة بمفردها لغابة سيارة الوطنية وهي غابة صارة على أطراف المدينة اللي هي عايشة بيها قلت لهم أنه رحلتها رح تاخذ كذا يوم لأنها تريد تفصل عن كل العالم وبلغتهم أنه المكان اللي رايحت له ما بي شبكة وما بي اتصال فأول ما رح تلقى فرصة أنها تتصل بيهم بعد ما تخلص رحلتها رح تتصل بيهم وتطمنهم على نفسهم وبالفعل بعد ما تصلت هذا الاتصال بيهم وبعد كم ساعة بنفس هذا اليوم انطلقت برحلتها بالنسبة لساندرا هاي رحلة كانت تعني لها كثير لأنها أولا ده تحقق حلم الشباب اللي كان ده يراودها دائما بكل السنوات اللي فاتت وأيضا رح يحسسها أنها تتسوي شيء بهذا الوقت الصعب من الحياة واللي حرفيا الحياة كانت واقفة بيه وبالإضافة لذلك هي رح تطبق شروط السلامة ورح تكون وحدها وما رح تختلط بأي ناس ممكن أنهم ينقلوا لها المرض بعد كم ساعة من اتصالها هذا ويعائلتها وضعت كل أغراضها وأمتعتها والأمور اللي تحتاجها بسيارتها الفضية وانطلقت بالسيارة برحلة طويلة لأعماق غابة سيارة طبعا رحلة هاي أخبت منها ساعات بعد ما وصلت للغابة نفسها بدت أن تقود بسيارتها بأعماق الغابة تقريبا لساعة من الوقت لحد ما وصلت لمكان صاير وسط هاي الغابة بعد ما وصلت لهاي المنطقة من الغابة ركنت سيارتها على جانب الطريق ونزلت وبدت تمشي بطريق فرعي ومتعرج وطيني وصلها بالنهاية لمكان اسمه جونسون ميدوس وهالمكان كان مكان حرفيا ساحر عبارة عن عشب أخضر على مد البصر وتزين أشجار كبيرة وضخمة وأيضا بالأفق منظر جبال سييرة الشاهقة واللي يعلوها الثلج بقمتها فكان منظر جدا جميل والأرض به مستوية فحست ساندرا أن هذا أفضل مكان تخيم به فبالفعل نزلت كل أغراضها من السيارة وبدت أنها تنصب خيمتها وتحضر كل أمورها حتى تخيم بهذا المكان طبعا هاي المنطقة رغم جمالها إلى أنها تعتبر منطقة معزولة جدا وبعيدة جدا يعني تقريبا ما حد يوصلها قليل الناس اللي يوصلوا لها وكونها معزولة فهي خطرة جدا لأنه بها كثير من الحيوانات البرية دبابة، سود جبلية، ذئاب كلها تتواجد بهذا المكان فكانوا الناس يتجنبون أن يوصلون لهذا المكان إلا إذا يكونون ضمن قروبات يعني أكثر من شخص أو يكون يعني شخص محترف جدا ويعني متعود على التخيم والحياة البرية ساندرا كانت جاهزة لهذا الموضوع تماما كان عندها خبرة جيدة بالتخيم وكانت تعرف شون اللي دي ينتظرها بهاي المنطقة مثل ما قلت لكم ركنت سيارتها شالت غراضها وخيمتها على كتفها وبدت تمشي لهناك وتدور على مكان مناسب تنصب بي خيمتها وراء ستة أيام، يوم اثنين سبعة مجموعة من المخيمين وصلوا لهاي المنطقة نفسها جونسون ميروس طلعوا من بين الأشجار وبدوا يمشون بهاي المنطقة وشافوا من بعيد أنه أكو خيمة منصوبة لشخص ومبين أنه مخيم يعني آثار لنار مشعولة وهيك شيء كانوا يشوفوها من بعيد طبعا مجموعة المخيمين ذولة ما كانوا جايين هنا حتى يخيمون يعني كانوا جايين بس حتى يتفرجون على منظر الجبال ويأخذون صور وبعدها يروحون فمرادوا أنهم يزعجون الشخص اللي مخيموا بهذا المكان أي أن كان رغم أنهم ما شافوا أصلا يعني شخص بالقرب من الخيمة توقعوا أنه يكون نايم بداخلها أو شيء فبدوا أنهم يمشون باتجاه الخيمة لكن بدوا أنهم يلفون حولها حتى ما يأثرون على خصوصية الشخص اللي بيها وبدوا أنهم يتوجهون لمنطقة الجبال ويأخذون صور لكنهم يلفون ويرجعون حسوا أنه أكو شيء غريب أكو شيء غريب بهاي الخيمة لاحظوا المخيمين ذوله أنه المخيم هذا كان حرفيا مهجور وما كان بيه أي أحد كان فارغ ومن اقتربوا أكثر منه نرحبوا أنه منظره كان مفسع كان المخيم كله متدمر وممزق ومتكسر لقوا أنه حقيبة ظهر كانت مرمية على الأرض وكل الأغراض اللي بيها متناثرة بكل مكان كأنه حيوان شرس هاجم هذا المكان ومزقه حرفيا أو أنه يكون ضربة إعصار مثلا أوراق متناثرة بكل مكان علا بأكل ما مفتوحة مرمية الخيمة كانت كلها متمزقة ومتكسرة بشكل مطبيعي المخيمين عرفوا أنه أكو شيء غلط بهذا المخيم بالأول شكه أنه ممكن يكون صاحب المخيم نفسه هو اللي يسويه هيج بس بعدين من شوية فكروا بمنطقية عرفوا أنه مستحيل أحد رح يسويه هيج بمخيمة يعني ليش ممكن يمزق خيمته ويكسره بهذا الطريقة وبعدها يغادر بدأوا هنا يشكون أنه أكو حيوان شرس دب مثلا أو أسد جبلي هاجم هذا المخيم وكان جائع مثلا وديدور على أكل فما عرفوا أنهم شنو يسوون المشكلة أنه بهاي المنطقة ما كان أكو شبكة يعني ما يقدرون أنهم يتصلون بالشرطة أو يطلبون أي مساعدة فاللي يسووا أنهم عينوا موقع الخيمة هاي على خارطتهم ورجعوا خرجوا من الغابة وبعد ما وصلوا لمكان بي شبكة ويقدرون أنه يتصلون بي بلغوا فورا الشرطة بالفعل الشرطة بعد كم ساعة وصلوا لهذا المخيم وبدوا أنهم يتفحصوا كان على حالته كان مهجور ومتروك ومدمر كل شي بيه كان ممزق ومتكسر وطبعا الأغرب من هذا كله أنه ما كان يكو أي أحد بالقرب من الخيمة يعني كانت ما زالت مهجورة اللي سووا الشرطين هم بدوا يبحثون بالأغراض اللي بداخل الخيمة فوجدوا هناك مجموعة من الهويات مجموعة من الهويات كلها كانت تحت اسم واحد ساندرا هيوجز هنا الشرطة عرفوا منه صاحبة هاي الخيمة كانت مرأة اسمها ساندرا ايه نفسها ساندرا اللي حتشينا عنها بداية القصة الشرطة طلعوا تركوا المخيم هذا ووصلوا لمكان بيه شبكة واتصلوا بعائلة ساندرا فورا وسئلوهم عنها واذا يعرفون عنها شيء وهل رجعت للبيت او لا فهنا صدموا عائلتها انهم ما يعرفون عنها اي شيء بلغوا الشرطة انه اخر مرة حجته اياهم كان من ست ايام من بلغتهم انها تريد انها تسافر وتريد انها تسوي هاي الرحلة لكن من بعدها ما سمعوا عنها اي شيء ومن حتشولهم الشرطة عن حالة مخيمها وخيمتها عائلتها قلقوا اكثر وانصدموا اكثر قالوا انه ساندرا مستحيل هيش تسوي اولا لانها محتاجة خيمتها واغراضها هاي وما رح تفرط بيهم ثانيا لانها كانت معروفة انها نظيفة جدا ومرتبة وما تسوي هيش شيء وثالثا والاهم انها كانت ناشطة بمجال البيئة فكان مستحيل انها تترك خيمتها المصنوعة من البلاستيك بهاي الغابة واللي رح تلوثها بشكل كلش كبير فكان الموضوع كله غريب وخارج عن شخصية ساندرا كانوا متأكدين انه اكو شيء صار ويا ساندرا اجبرها انها تترك مخيمها فهنا عائلتها وبنفس اليوم هذا قدموا بلاغ missing person رسمي يعني اعتبروا انه ساندرا مفقودة ولازم يبدي البحث عنها باليومين التاليين صارت حملة بحث ضخمة عن ساندرا بهاي المنطقة اللي بيها خيمتها جونسون ميدوس والاماكن المجاورة شاركوا بيها مئات المتطوعين اللي مشطوا الغابة كلها وهم يبحثون عن اي اثار لساندرا لكنهم موجدوا اي شيء استخدموا كلاب متعقبة واستخدموا هليكوبترات وسئلوا الشرطة كل الناس المخيمين بالغابة اذا كانوا شايفيها او لمحوها او صار لهم موقف وياها لانهم توقعوا انه اكو كثير من الناس رح يكونون تعرفوا على ساندرا زي ليش لانه ساندرا كان لها شكل مميز جدا والها يعني لون شعر تحديدا مميز جدا قبل ايام من رحلتها هاي ساندرا صبغت شعرها باللون الازرق فتوقعوا الشرطة انه هي تشي لون مميز وجذاب رح يخلي اغلب الناس انه يميزوها ويتعرفون عليها يعني ما شفتوا وحدة شعرها ازرق دا تسوي هايش اشي فخلص يعني مو كل يوم واحد يشوف وحدة شعرها لونه ازرق لكن الصدمة انه ولا واحد اتعرف عليها ولا واحد شافها او لمحها او حتوياها وما كان لها اثر باي مكان البحث هذا استمر ليومين والشرطة حرفيا دوروا كل شبر بالغابة حرفيا باستخدام الكلاب والهليكوبترات والتحقيق ويا كل الناس والمتطوعين ما لقى اي اثر الها هنا عائلتها بدأوا انهم يفقدون الامل ويتوقعون انها مرح تلاقي حية على الاقل وتعرفون من احد يضيع بالغابة شنو يكون مصيرا تقريبا باغلب القصص اللي حاجيها بالقناة فهنا عائلتها فقدوا الامل تماما لكن بعد يومين يوم اربعة سبعة ساندرا انشافت يوم اربعة سبعة مجموعة من المخيمين مروا من منطقة جونسون ميدوس هاي اللي كانت بيها الخيمة ولاحظوا انه اكو مرأة كانت من طيتهم ظهرها وكان مبين من بعيد ومن الظلام لانهم مروا باول ساعات الليل يعني لاحظوا انه المرأة هاي ضوء القمر كان دا يعكس على رأسها ومبين انه شعرها كان كله لونة ازرق كانت لابسة تي شيرت لونة اسود ولابسة جينز لونة ازرق وكانت حافية القدمين ملابسة حذاء ولمن التفتت عليهم كان واضح انه عدها كدمة كبيرة برأسها المرأة كانت هادئة وواقفة بدون اي حركة كانها دا تنتظر شي او كأنها متحفزة على شي معين كانت متحفزة ودا تنتظر شي معين لكنها ما كان مبين انها قلقة او متوترة ولا كان مبين انه احد يلاحقها مثلا فرغم وضعها الغريب هذا قرروا انه ما رح نزعجها وما رح نحكي وياها شي وراح نتجنبها ونرجع ونكمل بطريقنا بعد ما رجعوا وطلعوا من الغابة لاحظوا انه بمدخل الغابة موجود عدد من اوراق المسنج برسن يعني صور الاشخاص المفقودين وكانت ضمن هاي الصور هي صورة ساندرا ساندرا اللي عرفوا كل جزيين اول ما شافوا الصورة هي نفس هالمرأة اللي شافوها قبل كم ساعة بجونسن ميدوس وهي مبين انها سرحانة وكأنها ماتايها لكنها ما طلبت منهم المساعدة هنا عرفوا انه المرأة المفقودة واللي الكل دا يدور عليها كانت قبال عينهم قبل كم ساعة كل المجموعة اتصلوا بالشرطة وبلغوهم على كل شي ووصفوا لهم كل اوصافها بالضبط قالوا انها لابسة تي شيرت اسود جينز ازرق حافية وشعرها لونة ازرق وقالوا انها بالضبط تشبه الصور اللي موجودة هنا يعني كانوا متأكدين انها ساندرا لكن الشرطة بعد ما راحت لهناك وبحثت عنها بكل مكان وبالاماكن المجاورة من جديد ما كان اكو لها اي اثر شلون مرأة حافية وبدون معدات وبحالة صعبة مثل ما هم حتشوا او غريبة رح تقدر انها تمشي كل هاي المسافة الشاسعة بالغابة بدون ما اي واحد يقدر ان يشوفها باليوم التالي يوم خمسة سبعة سيارة ساندرا انوجدت اخيرا سيارتها انوجدت على بعد خمس اميال من المكان اللي انوجدت به خيمتها السيارة انوجدت اسفل منحدر يعني هذا المنحدر كان بالقرب من الطريق الرئيسي اللي بداخل الغابة فكان واضح انها كانت مثلا ذات قود السيارة بسرعة او احد كان دا يلحقها مثل المقالة والشرطة فاصطدمت بشجرة فسقطت سيارتها من هذا المنحدر وظلت يعني تلتف بهذا المنحدر لحد ما استقرت باسفل المنحدر وطبعا السيارة كانت مدمرة الغريب انه السيارة ما كان موجودة بداخلها ساندرا ما كانت موجودة ولا نوجد بداخل السيارة اي اثار دم ولا حتى قطرة وحدة فهذا يعني يأكد انه ممكن ساندرا تكون بهذا الحادث ما تأذت ابدا وقدرت انها تطلع وتنجو من عنده بس هي وين هسه المرعب بالموضوع كان اغراضها اللي بداخل السيارة اغراض ساندرا كان واضح انه كأنه ما احد بعد ما صار هذا الحادث وانقلبت السيارة بدأ انه يطلع اغراضها من زجاج السيارة بطريقة وحشية جدا وهمجية ويرميها خارج السيارة كان بعض الاغراض يعني متمزقة بزجاج السيارة وما قدر انه يسحبها للاخير لكن اغلب الاغراض كانت متناثرة حول السيارة على ارضية الغابة ومنتشرة بكل مكان كلها كانت اغراض ساندرا اللي داخل السيارة كانت اغلبها اغراض متكسرة ومتدمرة ومرمية بكل مكان كانت وضعية السيارة تشبه بالضبط وضعية خيمتها على بعد خمس اميال كأنه شخص ما هاجمها بخيمتها سوه هيش باغراضها بعدها لحقها وهي بسيارتها فتسبب انه سيارتها تنقلب وبعدها سوه نفس الموضوع باغراضها اللي بالسيارة بس هو شنو هذا الشخص او هل هو اصلا شخص وساندرا وين هنا شرطة وبعد عمليات البحث الكبيرة هاي صار عندهم شك من اثنين اولا اما ساندرا تكون دا تهرب منهم لسبب ما وهي متعمدة انها تهرب منهم وتتجنبهم او السيب الثاني انها بسبب هذا الحادث او شي معين صار لها بالغابة وهي بخيمتها صار عندها فقدان ذاكرة او صدمة عصبية قدت انها تنسى كل شي وتبدي انها تمشي بدون وعي بالغابة بدون ما تعرف هي وين او شلون ترجع الشرطة هنا اجاب بالهم خطة جدا ذكية قرروا انه يبقون السيارة على وضعيتها اعتقدوا انه ممكن تكون ساندرا هي اللي كانت تجوب الغابة بالليل وتمشي وما تعرف وين تروح وبعدها ترجع للسيارة حتى هي اللي كانت تطلع الاغراض من السيارة حتى تستخدمها يعني اغراضها مثلا كانت تدور على اكل او شي فتسببت بهاي الفوضى فتوقعوا انها ممكن ترجع للسيارة يعني بوقت لاحق فليسووا انهم تركوا السيارة وتركوا ملاحظة مكتوبة لساندرا ووضعوها على زجاج السيارة ان كتب بيها رقم تتصل بيه في حال انها رجعت للسيارة وتوقعوا ان تليفونها يكون ما زال عدها لان من وجد ولا بالسيارة ولا بمخيمها فتوقعوا انه يكون ما زال موجود عدها وكتبوا لها ايضا بعض رشادات السلامة وشون انها ممكن ترجع بطريق عودة مختصر وسليم لمركز الشرطة او لمكان يعني ممكن يشوفوها بيه ناس وينقذوها وايضا كتبوا لها بنهاية الرسالة انه عائلتك مش تاقتلك كلش حتى هذا الشي يشجعها انها اذا شافت الرسالة ترجع وبدو هناك شرطة انهم ينتظرون على امل ساندرا هي اللي ترجع لهم بنفسها وبنفس الوقت استمر البحث عليها بالايام التالية على نطاق اوسع وصار تركيز على المنطقة اللي نوجدت بها سيارتها دوروها كلها ودوروا حولها لكن ما كان اكو لها اي اثر بعد اسبوع من اكتشاف السيارة يعني يوم 12 سبعة كانوا مجموعة من فريق البحث اللي داي يبحثون عن ساندرا داي يدورون على بعد اربع كيلومترات شمالا من المنطقة اللي نوجدت بها سيارتها وصلوا بها عماق الغابة لدرجة انهم وصلوا لحدود غابة ثانية اسمها يوسيميتي ناشنال بارك وهاي ايضا كانت غابة ثانية كبيرة جدا يفصل بينها وبين غابة سيارة اللي اختفت بها ساندرا بحيرة فهم وصلوا لهاي البحيرة اللي تفصل بين الغابتين طبعا الوصول لهذا المكان كان صعب جدا الطريق كان حجري وما كان طريق واضح يعني ماكو الى خريطة معينة لازم تروح حسب خبرتك لحد ما توصل هناك لكنهم على اي حال راحوا هناك وبدوا يدورون هناك عن اي شي ممكن يوصلهم بساندرا وطبعا بسبب وعورة هذا المكان وسبب انه كثير من الاشجار متشابكة وصخور وصعب ينوصل له فالفريق البحث ذوله وصلوا للبحيرة بوقت متأخر من الليل وبدوا انهم يضوون بمصابيحهم ويدورون عن اي شي وهناك بالفعل مصابيحهم نورت على كيس نوم كان موضوع بالقرب من البحيرة طبعا اكياس النوم يستخدموها يعني الرحالة والمخيمين انه مثل الكيس ينسد بسحاب وينام شخص بداخله حتى يتدفه كيس النوم هذا كان تابع لساندرا كان الكيس اللي اخذتها وياها برحلتها وكان موجود بمخيمها وكان واضح انه كيس النوم هذا تم استخدامه مؤخرا لانه ما كان عليه ولا تراب ولا اوراق اشجار فكان واضح انه اكيد على الاغلب ساندرا نامت بي قبل ساعات قليلة هنا فريق البحث تصلوا بباقي الشرطة ويجوي من جديد وبدأوا البحث من جديد بكل هاي المنطقة ومن جديد ما كان اكل ساندرا اي اثر هنا الشرطة وفريق البحث حرفيا فقدوا عقلهم لانه ببساطة خط سير ساندرا من بداية رحلتها لحد هذا المكان يعني من مخيمها وبعدين المكان اللي ان وجدت بيه السيارة وبعدين البحيرة كان خط سير واضح وشبه مستقيم من الجنوب للشمال وايضا كان سيرها بطيء يعني هي لمدة عشر تيام تقريبا مشت من المخيم لحد البحيرة هاي وطول العشر تيام هاي الشرطة كانوا اذا يبحثون عنها بكل مكان فشلون ملقوها شلون كانت دا تمشي بدون ما اي احد يشوفها كأنها كانت شفافة شلون كانت دا تمشي بهيش منطقة وعرة وصعب انه احد يمشي بيها والاشجار بيها كلش متشابكة كأنها متاهة وهي حافية وبدون معدات وبدون اكل لمدة عشر تيام بدون ما اي احد يشوفها لا تنسون انه الغابة مليانة دبابة وسود جبلية وذئاب واخطار كثيرة جدا يعني اقل شي واحد ممكن يتيه ويموت من الجوع والعطش فساندرا هل هي بالفعل بعدها عايشة بده تتجول بارادتها او هي مجبرة او بده تهرب او شنو الموضوع الشرطة كانوا يردون يلقوها على يعني اي حال حتى اذا كانت هي اللي بده تهرب فكانوا يعرفون انها مده تدرك الخطر اللي هي بيه استمر البحث عنها لاسبوع ثاني من اليوم اللي لقى بيه كيس النوم هذا بالقرب من البحيرة لكن ما لها اي اثر لحد يوم عشرين سبعة مر تقريبا عشرين يوم من اختفاءها اذكركم انها اختفت يوم اثنين سبعة يعني مر بالضبط ثمانطعش يوم على اختفاءها بدون اي اثر هنا شرطة فقدة والامل انها تلقي حية على الاقل وبالاضافة لذلك اصلا فقدة والامل انها تلقي فانهوا تماما عملية البحث بعد ثلاثة اسابيع من الهدوء تماما وماكوا اي شي جديد ظهر بقضيتها والشرطة اصلا اوقفوا البحث يوم تسعة ثمانية صيادين اثنين كانوا دايقودون بسيارتهم بطريق يعني بوسط هاي الغابة الطريق هذا كان يبعد ثمان كيلومترات غربا من مكان موجود سيارة ساندرا اللي كانت من قلبه ومتكسرة وهم يقودون بسيارتهم مروا بالقرب من مجموعة من الاشجار الكثيفة اللي هي يعني يعني بجوار الطريق على الجهتين فواحد من الصيادين صارت عينه على شي لونه ازرق بين الاشجار فمن ركز اكثر لاحظ انها كانت مرأة المرأة هاي كانت وقفة على تل يعني تل بجانب الطريق بين الاشجار كانت متكعة على شجرة وكانت تنظر للطريق بصمت وبهدوء هنا الرجلين اثين هم انتبهوا عليها وشافوها فوقفوا سيارتهم ولاحظوا انه وضعيتها ما كانت مريحة كانت بمفردها بمنطقة جدا معزولة يعني هاي المنطقة ما يوصلها اي احد واصلا ما يخيم بها احد لانه ما بها مكان اصلا تنصب بيه خيمة كلها عبارة عن اشجار متشابكة فشافوها وحدها ولابسها ملابس بسيطة وبدون معدات فبدوا انهم يقتربون منها لمسافة خمس امتار تقريبا ويطلبون منها انه يعني تجوا ياهم بالسيارة او اذا تريد اي مساعدة رد فعل المرأة كان غريب جدا قالوا انها نظرت لهم بحذر وبدت انها متسوي شي ولا تحكي اي شي غير انها تتراجع شوية شوية لحد ما اختفت بين الاشجار فهنا عرفوا انها هي بهذا المكان بارادتها ومحتاجة مساعدتهم فكملوا بطريقهم وطلعوا من الغابة بعد ما طلعوا من جديد شافوا صورها منتشر بكل مكان ومكتوب انها ميسنج برسن ومفقودة فهنا عرفوا انهم شافوا المرأة المفقودة قبل شوية فمن جديد بلغوا الشرطة وحكوا لهم عن كل شي الصيادين هذولة حكوا بعض الشغلات المختلفة عن ساندرا هاي المرة قالوا ان شعرها كان ازرق لكنها كانت انحف بكثير من هاي الصور طبعا هذا الشي يتبرر لانه صغلها فترة طويلة بالغابة فاكيد رح تنحف بغض نظر هي شون قدرت تعيش كل هاي الايام لكنهم قالوا معلومة كانت غريبة جدا قالوا انها كانت لابسة أوفر وتيشرت لونة وردي أوفر يعني مثل البدلة الكاملة على الجسم مثل الجامب سوت وفوقها تيشرت كان لونة زهري فكان غريب جدا انه يكون هذا الشكل ولون ملابسها لنذكركم اخر مرة شافت بيها يوم اربعة سبعة كانت لابسة يعني تيشرت لونة اسود وجينز ازرق وكانت حافية فوين وشلون قدرت انها تغير ملابسها شلون غيرت ملابسها وهي كل ملابسها واغراضها كانت بالسيارة والمخيم المحطمين المهم الشرطة كالعادة راحة وهناك دوروا عليها بكل مكان ما كان لها اي اثر من هاي اللحظة قضيتها صارت باردة اهلها اعتبروا انها ميتة وانتهى موضوعها تماما لحد ما صار تويست اخير بالقضية تويست قلب الدنيا وشهر هاي القضية وكل الشرطة وكل احد يسمع هاي القضية حرفيا يصير بحالة رعب وحيرة من اللي صار استعدوا للصدمة وركزولي على اللي راح يصير بعد سنة من اختفاء ساندرا يوم 21 سبعة سنة 2021 كان شخص اسمه جايك قوربة ده يقود بسيارته بغابة سيارة الوطنية سيارته كانت سيارة جبلية ومخصصة انها تسعد الطرق الموعرة والصخرية كانوايا بالسيارة زوجته اللي اسمها فيكتوريا وكانوايا اطفاله اللي تلافه كان ده يقود بسيارته بغابة سيارة الوطنية الغابة اللي اختفت بها ساندرا قبل سنة وما كان يعرف اي شي عن موضوع ساندرا يعني للعلم فالمهم كان ده يقود بسيارته ويعائلته وديتوجه لقمة جبل اسمها شراي بيك وهي قمة جبل بغابة سيارة الوطنية تبعد ثمان كيلومترات عن جونسون ميدوس المكان اللي نوجدت بي خيمة ساندرا ومعروفة هاي القمة اللي بناظرها الخلابة وانه احد يقدر يشوف من فوقها يعني منظر لكل الغابة تقريبا حوله فكان بسيارته ده يقود وده يسعد بهذا الجبل لحد ما وصل تقريبا لنص الطريق هنا بدأوا اطفاله يشكون انهم جوعانين فقرر هو وزوجته انه اوكي خليني نوقف باقرب مكان ممكن مكان يسمح انه نركن السيارة بي لانه الجبل منحدر او ننزل ناكل وبعدها نكمل رحلتنا للقمة لوحسن حظهم ما اخذوا ياهم الموضوع كثير لانهم بالفعل وجدوا منطقة مستوية كانت وصالحة انهم يركنون السيارة وينزلون وياكلون بيها ايضا كان يعني المنظر بيها خلاب وكثير من الاشجار منتشرة عليها فحسوا هذا انسب مكان بالفعل ركنوا بيها وبدأوا الاب والام يحضرون الغراض بالسيارة حتى ينزلون ويحضرون الغد ويتغدون رحلة صعودهم للجبل هنا الام والاب وهم يحضرون غراضهم بدأوا يسمعون ابنهم الصغير اللي عمره ثلاث سنوات بس واللي اسمه كايدن اللي كان جالس بالمقعد اللي خلفهم ويا اخوانه وهو يحشي كلام وكأنه يتجادل فهنا الاب والام اللي تفتوا على ابنهم حتى يشوفون ويا من دا يحشي الاب والام شافوا انه ابنهم كايدن ما كان دا يحشي ويا نفسه ولا ويا اخوانه ولا وياهم وانما كان دا يحشي ويا شي مبين انه بعيد عنه بين الاشجار بالقرب من زجاج السيارة او شباك السيارة ابنهم كان جالس ودا ينظر للزجاج هذا ومنزله ودا يحشي ويا احد يعني باتجاه الغابة فالاب والام نظروا لهاي الجهة ولاحظوا انه ماكو اي احد دا يحشي ويا ابنهم وابنهم كأنه دا يحشي ويا نفسه لكنه متوجه لهذا المكان وده يتجادل ويتناقش ويا شخص بين الاشجار هم وما دا يشوفوه منسئله ويا من دا تحشي جوابه اشعرهم وارعبهم وبالحقيقة كل الصار بالدقائق الجاية ارعبهم لدرجة خلاهم انه خلص يلغون رحلتهم ما راح نصعد للجبل وراح ننزل ونرجع للبيت وبالفعل لفوا سيارتهم ورجعوا بسرعة لبيتهم وبليلة هذا اليوم الام ما كانت دا تعرف شنو تسوي فيكتوريا كانت تريد تحشي على الشي اللي صاروا اياها واللي حشها الهياء بينها فحست انه انسب شي انها تسوي بوست على فيسبوك البوست هذا حشت بيه كل شي صاروا اياهم وبنهار هذا اليوم بالغابة وشنو كل الموضوع والبوست هذا جاب تفاعل كبير لدرجة انه الشرطة تواصلوا وياها عبر فيسبوك وطلبوا منها ممكن نلتق بيك انت وابنك ونحققوا اياكم وتحشوننا اكثر عن الشي اللي صاروا اياكم وبالفعل باليوم التالي يجوي الشرطة وحشوا يا الام ويابنها كيدن اللي عمرها ثلاث سنوات والشي اللي سمعوه الشرطة ارعبهم وشنو اللي شافة ابنهم وشنو اللي حشا اسمعو قبل يوم من فيكتوريا وزوجها جايك سمعوا ابنهم كيدن دا يحشي شي وهو خلفهم والتفتوا عليه وسئلوه ويا من دا تحشي قل لهم دا أحشيوا يا هاي المرأة اهنا الاثنين استغربوا يا مرأة نظروا من الجامع لاحظوا انه ماكوا اي مرأة خارج السيارة او بين الاشجار فقلوا لحبيبي يعني ماكوا اي مرأة فهنا ابنهم كيدن عصب وقال لهم اشلون بدأت شوفوها هذي شي قدامكم بين الاشجار ممددة على الارض راسها للارض ورجليها مرتفعة لي فوق فهمتوا اللقطة وهي ميتة ومحتاجة مساعدتنا الام والاب واحد نظر للثاني وهم مرعوبين من اللي دا يسمعوه لكن الاب نزل وبدأ يشيك ويفحص المنطقة اللي دا يأشر عليها ابنهم وما كان اكو بيها اي شي هنا الابن فقد عقله بدأ يقول لها حرفيا جوه رجلك راح تدوس عليها اكو جثة ما المرأة دا اشوفها بعيني فالابن رعب جدا والامهم من رعبت وصعدوا بالسيارة وبدأوا ما يعرفون شنو يقولون وهم دا يسمعون ابنهم وهو دا يحشي ويا مرأة ميتة بس هو اللي دا يشوفها هنا لغوا رحلتهم ورجعوا للبيت وكتبت فيكتوريا البوست هذا كله باللي صار وياها وكتبت سطر مهم ضمن القصة هو اللي خل الشرطة يتواصلون وياها قالت انه ابنها وصفوا لهم هاي المرأة قال انه هالمرأة كانت لابسة تي شرت اسود وبنطرون جينز وشعرها كان ازرق فهنا الشرطة من شافها والبوست عرفوا انها مواصفات ساندرا هيوجز المختفية من سنة حرفيا ونفس الملابس اللي شافت بيها بالمرة قبل الاخيرة تذكرون من شافوها لابسة تي شرت اسود وجينز وكانت حافية وطبعا شعرها الازرق هو اللي يميزها الشرطة من اللي التقوا بكايدن وبالعائلة شوفوا كايدن كايدن الطفل اللي عمره ثلاث سنوات واللي ادعى انه شافها شوفوه صور لأكثر من خمسة عشر مرأة موضوعة بالقرب من بعضها وكانوا اغلبهم عندهم شعر ازرق ونفس الملامح تقريبا فهنا قالوا لطلعنا منه المرأة اللي شفتها كايدن حدد ثلاث صور من هاي الصور اللي ثلاث صور كانت صور ساندرا بالرغم ان هو ولا يعرف ساندرا ولا يعرف قصتها واصلا من اختفت كان عمره سنتين بس الشرطة كالعادة اخذوا الاب وابنه كايدن وراحوا لنفس المنطقة ودوروا بكل مكان لكنهم ما لقوا اي اثر لساندرا واليومكم هذا ما حد يعرف ساندرا وين او شون اللي صاروا اياها شون اختفت شون اللي صار بالضبط هل ماتت من اول يوم لها بالغابة بعد شي معين صار لها بالخيمة ومن هذا اليوم الناس اللي كانوا ديشوفوها كانوا مثل كايدن ما ديشوفون بشر ديشوفون روحها او قرينها او شبحها اللي يريد يحكي عن اللي صاروا اياها هذا كان تحليل الشرطة الوحيد لانه ما كان اكو اي شي ممكن يفسر اللي صار ويا ساندرا هذا كان التفسير الوحيد انه شلون الشرطة كانوا يروحون للمكان اللي شافت به من كم ساعة ويدوروه كله وما يلقوها هل ما كان هذا اصلا ساندرا وانه ما كان شبح او روحها او ايا كان تخيلوا انه هاي القضية الحدثة بالسجلات الرسمية متسجلة انها علاقة مرتبطة بامور خارقة للطبيعة ساندرا لمدة اربع سنوات من يوم اختفت ولا نودة جثتها ولا اي شي خصها وكل الناس اللي شافوها كانوا يدينطون نفس الاوصاف بالضبط عنها لكن ما احد يعرف بالضبط شنو اللي صار لها شهادة كايدن قلبت الموضوع كله لانه حرفيا هاي المرة كان احد يشوفها وباقي الناس اللي وياه ما كانوا يشوفوه وتذكروا انه عمرة للسنوات يعني ما يقدر يكذب مثلا فانتو شنو تتوقعون صاروا يا ساندرا انا ما عندي اي تفسير اتوقع انه مدى اقدر اتوقع غير انه صار لها شي كلش مزين وبعد ذلك ممكن يكون بالفعل اللي دين شاف هو شي خارق للطبيعة يخص ساندرا يريد يحكي عن اللي صاروا اياها لانه خلص هذا الفيديو اعرف انه كان كلش طويل اعتذر بس يعني هو هاي احداث القضية هل قد تحتاج فسووا لايك لانه يدعموا هوايا واكتبوا لي بالتعليقات شنو تتوقعون صار ساندرا واشتراك الناس ويشتركين وانتظروني فيديو جديد وقضية جديدة وتصبحون على الف خير